بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن كيميا المنتجات الصناعية طبعا ده كرس مهم جدا لطالبة كلية العلوم بالأخص وكلية الهندسة بالأعام أعرفهمكم بنفسي أنا اسمي شريف كشك وحاصل على الدكتوراه من جامعة توكيو سنة 99 عجوز شوية يعني كرس بيتكون من ثلاث وحدات مهمين من وجهة نظري طبعا عشان كرس كيميا المنتجات الصناعية فيها وحدات عديدة بس الوحدات اللي تهم الخريج كلية العلوم في دولة عربية زي السعودية ثلاث وحدات الوحدة الأولين النفط والصناعات البترولية الوحدة الثانية البوليمرز أو متعددات الوحدة الثالثة الضيز أو الأصبخ هنبتدي الوحدة الأولى بالنفط والصناعات البترولية النفط والصناعات البترولية كلمة النفط لوحدها دي كلمة عربية أصيلة احنا بنقولها كمازل أساسي للطاقة أي حاجة مازل أساسي للطاقة هي النفط وطبعا مفيش غير النفط يليه طبعا الإسانول بس اللي يهمنا هو النفط كمشتق رئيسي لصناعات البترولية والبنزين يعني طيب النفط كلمة جت من كلمة لاتينية اسمها بتروليوم كلمة بتروليوم زي ما احنا شايفين هي عبارة عن مقطعين مقطع بترو مقطع أولم أولم باللاتيني يعني زيت وبترو يعني حر يبقى أصبح الزيت حر اللغة اللي قدامنا دي لغة لاتينية يعني ولا إنجليزية ولا فرنسية حتى بالفرنساوي هيبقى بتروليوم بالإنجليزي بتروليوم بالألماني بتروليوم بجميع اللغات اللاتينية طبعا بتروليوم طيب اشتقناها منها وحطناها زي ما هي باللغة العربية كلمة بترول طيب تسمية تانية ايه تسمية تانية هي الكرود او الزيت الخام طبعا كرود يعني خام واويل يعني زيت وطبعا زي ما شايفين الكلمتين مش لاتينياتين الكلمتين انجليزياتين وهم بيتكلموا عن الزيت الخام طب احنا قلنا زيت خام ليه زيت خام انه هو بتكون من عدة مركبات عدة مركبات أصبحش زيت مخصوص بزيت معين ليه انه عندي هنا ميكتشر من الحيدوكربون المختلفة زي ما هنعرف في سياق الكورس واحنا بنتكلم فيه طبعا احنا يضايتي بنتكلم كلام جنرال كلام عامي كلمة نفط وكلمة زيت خام وكلمة بترول بس عايزين نتكلم بقى تركيب الكيميائي بتاعه مشتقاته مصنفاته ايه هو؟ عايزين نخش شوية نفهمه اكتر اول حاجة هنتكلم عليها وتهمنا كخارجين علوم او عندسها هو التركيب الكيميائي للنفط التركيب الكيميائي للنفط زي اي مادة عضوية بيتكون من كاربون وهادروجين واكسجين دول الثلاث مواد الاساسيين ربنا خلقهم لانتاج مادة عضوية زي اد ميكتشر ممكن يكون فيه سالفر ممكن يكون فيه ناتروجين ممكن يكون فيه فوسفلس ممكن يكون فيه مراكبات عديدة بس اهم حاجة كاربون وهيدروجين واكسجين طيب في حالة النفط بتاعنا ان نسبة الكاربون فيه زي ما احنا شايفين بتتراوح بين ال84 وال87 في المية نسبة كبيرة طبعا يلي الهيدروجين بنسبة 11-14 يلي الاكسجين بنسبة 10-15% المشكلتين اللي تواجهنا في صناعات البترولية هو وجود الكابريت والنيتروجين مفيش بترول يطلع من بطن الارض مفيش كابريت والنيتروجين نتيجة تفاعل بطن الارض مع المادة المترقمة من الأجسام الميت طبعا هنعرف في النظرية قدام ازاي البترول يتكون بس احنا نحط في دماغنا ان العائق في إنتاج البترول يعني اللي احنا بنعالجه وبندور على معالجته حتى الغد دلوقتي هو الكابريت والنيتروجين طبعا الكابريت مش موجود في صورة كابريت ولا موجود في صورة النيتروجين بس لا موجود في صورة مركب يحمل النيتروجين مركب يحمل يعني من R ومعها N أو R ومعها S يعني اهم حاجة مش ناتروجين بس من السالفر بس خالبالنا من نقطة دهية احنا كده هنقف ونكمل المحاضرة الجاية في التعسيمات بتاعت البترول لم هيدروكاربون وتكوينه شكرا اشتركوا في القناة